وصيرنا في آخر فقرة انت مين نقول محمد يوسف انت مين تقول اسمك بالكامل ايه انا محمد يوسف عبد الرازق يوسف ومتزوج وعندي ثلاث أولاد بنتين وولد نادين عندي نادين خريجة صيدالة وياسمين خريجة بيزنس وآدم بقى لسه في جريد سيفن ومتزوج وإيه تاني تعرف يعني بس هو مدرب محترف في كروة القدم وعايزين تعرفوا ايه تاني هنعرف بقى يعني معنا تقرير هتشوف روقتي هتفاجأ به نشوف التقرير ونرجع نعلق عليه وانا عرف محمد من زمان من المعادي احنا اصلا احنا الاثنين من المعادي وكانت مدرسنا برضو في المعادي انا كنت مدرسة ليسي وهو كان مدرسة انجليش في المعادي فكلنا نتقابل في النادي من وانا صغيرين يعني نعرف بعض جروب واحد وصحبنا كلهم صحب مع بعض وبعدين يعني عمرنا ما فكرنا ان يبقى فيه حاجة وبعدين هو اكلم حد من اصحابي وكنا يعني على دخول الجامعة كده وادينا فرصة يعني لبعض ان احنا نشوف بعض بنظرة تانية بقى مش نظرة اصحابي وسبحان الله حصل نصيب وقتها كان محمد الحمد لله كان سمعته كويسة جدا يعني كان معروف وقتها مش زي دلوقتي ناس كلها عايزة أولادها تلعب كورة ويعني كل الناس بتبص طبعا ميسي وصلاح وكده لأ كان وقتنا بردور ما كانش مفهوم لعب كورة دي يعني دايما لعبي يعني حد مش مش ستريت فورورد يعني بس هو لأ هو بصراحة كان عشان كنا عارفينه من النادي من زمان وعارفين أسرته وكده فما كانش فين مخاوف دي خالص يعني حتى بابي يعني الله يرحمه كان عارفه كويس قوي من النادي وكان بيقابله بيتكلم معاه ودايما يشجعه ويقول له يعني انت قدامك مستقبل كويس كان أيامها اعتقد كان في المنتخب الأوليمبي وكانوا عاملين منتخب الشباب في كندا وكانوا عاملين ماتشات كويسة قوي وكده فهو من صغره حتى في المنتخب يعني فهو كان سمعته بصراحة كان كويس ويعني ما كانش عليه أي غبار بصراحة وسي كل مرحلة لها دغوطاتها بالذات يعني أنا بقدر قوي دايما يعني الزوجة بتاعة لاعب الكورة لأنه هو سواقف بيلعب فطبعا وقته مش ملكه خالص وعلى طول ماتشات وعلى طول كده وبعين بيبقى فيه بقى حاجات تانية جانبية بقى نفسية اللي هو مثلا النهاردة لقدر الله في إصابة بيبقى فيه تأهيل نفسيا طبعا عشان برضو محمد كان بيلعب في النادي الأهلي يعني أكبر نادي وعلى طول المطالبين أنه هم يفوزوا يعني حتى لو أداء مش كويس وبيفوز لا لازم يفوز وأداء كويس ولو فاز وأداء مش كويس لا لازم يبقى الأداء كويس وهو منهم يعني بصراحة اللي شفته فيه جدا وكاد أكتر حاجة بتعجبني فيه أنه هو عنده يعني باشن قوي للكورة لا بوسي هو في الشغل بياخد إطار جدي قوي كده معينه هو برضو في نفس الشغل بس وانس برا الملعب يعني هو مدرب ناس كتير قوي لعيبة كبيرة يعني عشان منساش حد مش عايزة من برا المدعم هم وصحابه بيكلموه ويستشيروه كده فهو جوه الملعب مدرب وبره الملعب صديق محمد عنده كده يعني كده يعني كده ما يعرفهش للناس اللي قريبين منه قوي أو الناس اللي عصره بقى مثلا في اللعب أو كده يعني عارفين الحتة دي هو بيضحك كتير يعني يقلد يعني عنده ده بس هو جدي قوي في الحياة يعني متا جد 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 ووقت الهزار هزار اقول لك يعني انا بحبك جدا وربنا يوفقك ويعمل لك اللي في الخير كله ويفرحك بولادك وشوفهم كده حاجة كبيرة مادام داليا بعتتلك رسالة مفيش عسل من كده ربنا يخليكم البعض وربنا يخليك ليهم ويخليها ليكو يخليوا لكو أولادكو هتبعتلها رسالة ويقول لها فيها ايه لا طبعا انت بص كده للكاميرا كده بص لها ايه أولا يعني الحمد لله الحمد لله ربنا أنعم علي بزوجتي في داليا وعلى مدار سنوات مش أقول بقى أنا بقى لي قد يمتجوز يعني ربنا يخليكم البعض بس الحمد لله ان هي النعم ربنا بينعم على الواحد مش شرط النعم اللي هي الظاهرية فلوس منصب لكن ربنا أنعم علي بزوجة فعلا صالحة وشيلا مسؤولية الولاد والبيت بنسبة كبيرة جدا انت عارف حياتنا احنا كلاعب كورة او بعد كده في التدريب او بعد كده تفاصيل التدريب لما بتتولى فرقة ولا حاجة بتبقى كل دماغك وكل تفكيرك وكل وقتك في الشغل ده هي استحملتك يعني في الحاجة دي فأنا بشكرها جدا جدا لا هتبعت لها غنية ايه لا اغاني بقى ده فيه اغاني كتير ايو لا اختار لها اغنية اقول لا ببعتلك على الهواء اه اصلا انا اقولك على حاجة في الصراحة اقولك على حاجة انا مش هنريف اوي في الاغاني ابعت لها كلمة كويسة كلمة اقولها بحبك واقولها ربنا يديك الصحة ونفرح بولادنا يعني أنت أحسن زوج الواحد أي حد يتمنها أنت عندك آدم آدم عندي ندين وياسمين وآدم وآدم ربنا يخلهم لك رب وتشوف آدم ده أحسن لعيب في إفريقيا بش في مصر بس هنا هنشوف آدم يقول إيه ونرجع نكمل أنا برعب مدافع في الأهلي وأنا يعني في بريد سابن والعدادي وأنا في الأول كنت دخلت أكاديمية وأنا عندي سنتين ونص كده وبعدها هي كملت يعني ببويا ما قال ليش هو خش أو مش هو اللي كان عايزدي هو أنا اللي حبتها ولعبتها أنا صغيرة كنت بروح نادي المعادي عشان إحنا كنا ساكنين في المعادي فلما كنت بروح كنت بروح نادي فكان في ملعب كبير كده أو ثلاث ملاعب فبلعبوا فيه ناس كدير يمكن بقى لما تفرقت حبتها أو هي بقى أنا كنت حبتها بس يعني اللي أنا فاكره أنا كنت أتفرج على ناس وهم ما بيرعبوها وده اللي خلاني أحبها أو ده اللي خلاني عايزة أتمران وبعدها تكملت معي وبعدها تلعب بقى عدة دلوقتي بيقول لي خلي عندك ثقة في نفسك ويعني ما تخافش في الملعب ويعني يامأ ناس يعني ممكن ناس تقول لك حاجة منبرقة أو كده وانت ما تسمعهمش ركز في الملعب وحاول تشوت أو تجيب جول في الموتش كان فيه هو وريني فريكي كشاطها كده من بعيد في تركيا مع درازلي سبور فشاطها بوش رجله هي دخلت جول يعني مثلا أنا قلت له أنا بحب شوتها أكتر ببطن رجلي يعني أنا بحب أرفع أكتر وشاطها بوش رجلي هو شاطها بوش رجلي ودخلت فقلت له تبتليه مش التهاش ببطن يعني ببطن رجلي وكف قال لي كل واحده ليه تكنيكو بقى أنا مالي ممكن الشوت يعني أنا جريء في الشوت وشوت كتير لكن حاجة هو عنده أنا ما عنديش يعني ممكن إنه هو مش أقوى بس يعني بيقاتل على الكرة أكتر مني شوية بس أنا أمهر منه يعني أنا عشان أنا أحسن منه في المهارة وكده هو طيب على طول في البيت وبره وبيشجع في البيت وبره بس ممكن في البيت يبقى يعني بيضحك وكده أكتر بس لو حاجة دائقة في البيت برضه ممكن يعني يقول لنا عليها وكده بس ما بيزعقش لكن في الملعب ممكن بيزعق بيزعق كتير بس يعني مش بيزعق يعني ما بيزعجش كتير للدرجة ان انا تقرف من التمرين او مش عايز اكمل التمرين هو بيزعج في الحاجة اللي انا يعني في الحاجة اللي انا مبعافش يعني او عملتها غلط لكن حاجة ممكن انا اعملها وابحاول لأكس حاجة ومقدرتش عملها او حاجة بيشجعني عليها مش يعني مش بيزعقلي عليها احبك يا فوفي وان شاء الله اشوفك يعني احسن واحد في الدنيا انت احسن واحد بالنسباني بس عايز اشوفك اكتر ادم الجميل هتقول لي ايه بقى رسالة لولادك كلهم بقى لا اقول لهم طبعا انتو حياتي وانا امامتكو وبنعمل كل حاجة عشانكو ربنا يوفاقكو انا عندي عرستينكو بر ربنا يعني اديهم الصحة كده ويحفظهم وطبعا ادم بقى لسه هو الصغير بقى اللي طالع ادم وقصرة كلها هنا اه اه دي كنا في تخرج ياسمين من الجامعة الامريكية وادم بقى كمان بقوله هو ده صورته مع افريقيا بقى ده كاس افريقيا طبعا طبعا كان عنده خمس سنوات يطلع ابن الوز عوام اه اه فده يمكن اصغر طفل شال كاس افريقيا ربنا يخله لك لا انا بقوله شد حيلك هو بيلعب في الاهلي هو وناديهم في الصورة دي اه اوه يعني ربنا هنشوف محمد يوسف تاني ان شاء الله في هذا ربنا وفعل لا نشوف احسن كمان لان دي صورته بقى مع النادي الاهلي كان في مباراة من ال في الاستاد مع اخته وده كاس خدوه السنة دي 2009 فازوا به دورة في زد دورة دورة لياه بتاعت الصيف انت اللي مشترولوا له الكاس ده لا ده همه اللي مسلمين وزال ده لا نعارب هذا دي صورة مع مستر مانول كانوا بيلعب ودي دجلة وكان مستر مانول ماسك وادي دجلة فترة ربنا يخلههم لك يا رب صورة مع كاس العالم او مع الاسطورة حزم امام حزم امام ودي انا والبنات بقى بره مصر ربنا يخلههم في لبنان اه اه عرفتهم السخرة صح طيب محمد لو قلتلك ربنا يخلههم لك يا ربي كده لو تشوفهم في احسن صحة واحسن حال لو قلتلك هويتك يجري جورت القدم بسرعة باديها سئلة سرعا انه خلاص انه وقت يخلص انا يعني ليا ممكن اقعد اقرأ شوية ممكن تقرأ مين اقرأ حاجات بقى في الشغل بتاعنا شغل بتاع او علم نفس شوية بتحب الاكل الاكل شوية يعني فيه فترات ممكن اكلتك المفضلة ايه لا يعني مش حاجة معينة لا مش حاجة معينة اي اكل بتاكله بس محب الاكل الشرقي انا بحب الاكل اللي هو الورينتال بتاعنا طيب ملوخية عارف الحاجات القديمة الحاجات والفيفة غيرها اه طيب انا اسمعت ان انت بتعشق هاني شاكر اه ايه الاغنية الوحيدة اللي بتسمحها في هاني شاكر اقام اقام كده عشان اه انت لسه بتسألي انت لسه بتسألي الكلام ده بتقول لي مين انت لسه بتسألي لا والله ده اشريعة طيب بتحب تشوف افلام ابيض وصود أفلام أبيض وسود أوقات الكوميديا إسماعيل ياسين إيه الفيلم اللي أنت بشوفه بيفكرك بالزمن الجميل لا يا أي فيلم قديم أنا بحبه يعني بحب أفلام فاتن حمامة أفلام إسماعيل ياسين أفلام يعني كمال الشناوي لا يعني بحب الأفلام قديمة